موسيقى برضو يعني حاسس من خلال حازم إمام أحمد حسام ميدو وعبد الحليم علي والجهاز الفني كابت محمد صلاح ومتحة عبد هادي وأيمان طاير بدأوا يلعبوا بشكل هجومي يعني حتى لسه الأداء مش اللي هو اللي هون لسه مسكين يعني مفيش وقت إنه هما لكن تحس فيه لمسة هجومية طبعا فيه رزق فيه عكس كان قبل كده في ريرا بيلعب بثلاثة فندر في النوت يعني هتحس حتى أبراهيم عبدالخالق اللي بيلعب هافظ فندر لا بيزيد مع شيكبالا مع مصطفى فتحي مع قرابا مع عيمة حفني بص ناد الزمالك زي النادي الأهلي بيلعبوا أربعة واحد أربعة واحد أو أربعة ثلاثة ثلاثة زي برشلونة لكن خلينا نقولها بالشكل القريب اللي هو أربعة واحد أربعة واحد بمعنى إيه؟ فيه واحد فقط هو الديفندر اللي واقف قدام الأربع بكات وفيه أربعة عندهم حرية هجومية إذا كان بقى أيمن حفني مع إبراهيم عبدالخالق مع كهربا مع شيكبالا لو لعب المهم من أن الأربعة اللي بيلعبوا تحت الفرود بيلعبوا تحت فرود واحد إذا كان باسم أو محمد سالم نفس الوضع في النادي الأهلي هتلاقي مؤمن زكريا مع عبدالله السعيد مع صالح جمعة مع رمضان صبحي تحت إيفونا فأربعة واحد أربعة واحد ده اختيار مناسب للفرق الكبيرة وشوف أن ساعات بتتقلب لأربعة ثلاثة ثلاثة لكن عملها بشكل كويس قوي كابتن أحمد حسام ميدو بس عايز أقول له نصيحة أي أو شغل كابتن أحمد حسام ميدو واضح وباين وسهل جدا أن أنت تشوفه شغل كابتن حزم إمام لسه هيبتدي كابتن حزم لسه ماسك أول مباراة الدخلية تقريبا وغاب المباراة اللي فاتت لعزاء الكابتن حمد أمام مش عايز نادي الزمالك يفقد لعيبة دلوقتي يعني واحد زي أبراهيم صلاح واحد زي حمودي واحد زي محمد إبراهيم مش عايز نادي الأهلي أو نادي الزمالك يفقد لعيبة هيحتاج لهم بعد كده أنت لسه ما دخلتش أفريقي فكابراهيم صلاح عايز تمشي دلوقتي ليه أحمد حسن ميكي عايز تمشي دلوقتي ليه وفيه ده ما فيش فراء ده يعني باسم اول ما هيشوية هتبقى انت او محمد سالم المسألة صعبة ابراهيم صلاح في المواجهة الافريكية المفروض هيعلنوا عليه على اسمه بكرة في الزمان ابراهيم صلاح الوحيد اللي بيقدي دور طرق حامد الوحيد اللي بيقديها بشكل زي طرق حامد بالزبط اللي هو المدافع اللي بيقطع ويسلم زي حسام عشور يعني حسام عشور لما بتشيله من تيمي النادي الاهلي الموقف مختلف يعني بتحس كده ان انت نص الملعب اه الدنيا واسعة لكن من خبرة حسام حسام ممكن يكون الجاري مش زي الجاري زمان لكن الخبرة بتعوض بقى ده عمل احمد فتحي بشكل كويس مع جاري كبير لكن في الاخر المكان ده عايز حد يكون حافظه اي لو تفتكر الكابتن مجدى عبدالغاني كابتن اسماعيل يوسف كابتن هادي خشبة فيه واحد حتى لو السن تقدم بي والجاري يقل حافظ مكانه عارف يضغط ايه ده ويقفل الزو يعني ايه ما اتطرفش يعني ايه ابقى في قلب السردباكين لو حد باع نفسه او ضغط اخطف انا خطوطين لورا ابقى سردباك تاني يعني ايه الجاري ابقى بحساب فكل ده انا بشوف ان ابراهيم صلاح محمد ابراهيم حمودي كل دول ما يطلعوش احمد حسن مكي ديودار كل دول ما يطلعوش من تيم ناس الزمالك زي برضو مجون انطوي واحمد الشيخ ومحمد حمدي زاكي ومحمد حمدي الباكلفت انت النهاردة بتدي لصبري وبسدي لحسين بس عندك اتنين خلاص يعني معلش ما انت انا بص محمد حمدي لسه صغير ومحتاج يلعب كلامك مزبوط بس لما يلعب حتى يقرب من مستوى صبري وحسين السردب لا هو قريب ليه بقى انا هدي وجهة نظري ليه لان انت قلت ان حسين وصبري قريبين جدا من بعض في المستوى وعشان كده وارد انك بتريح بس صبري افضل في الفترة الحالية يسين عنده اكتر من كده بس لسه ما طلعوش بس كلهم كويسين بس في الاخر طالما تلاتة قريبين من بعض في المستوى يعني ناحية اليمين ايه اللي بيحصل احمد فتحي ممكن يلعب وباسم ممكن ومحمد هاني ومحمد هاني كمان بيلعب فلو المهم يعني اننا الاهل والزمالك عايزهم ما يفقدوش اي لعيبة لان انت لما هتخش في افريقيا مع ضغط المباريات هتبص تلاقي ناس ايه عمالة تتسقط منك النهاردة ايفونا مش موجود وانت بعت جون انتوي فالنهاردة عندك ايفونا عنده الخلفية هيقعد ثلاثة اسابيع بالضبط فبالتالي لا لسه الدوري طويل وافريقيا ينتدخل فيها فاتمنى ان الفرقيتين الكبار دول تحديدا ما يفقدوش طبعا الاندية التانية هتزعل لان كل الاندية طبعا طلبة من هنا ومن هنا طيب اشتركوا في القناة